التمييز، التغلب على السعاب، التحدي. بهذا المدخل يمكن فهم مصار الدكتورة ميس عبسي. من سوريا كانت الانطلاق والبداية. هناك تفوقت الدكتورة ميس في الدراسة منذ المرحلة الابتدائية مروراً بالإعدادية ثم الثانوية وصولاً للجامعة. طيلة هذا المصار كانت دائماً من الأوائل في كل البلاد. ولأن الحلم كبير والهم أكبر ستنطرق الدكتورة ميس نحو العالمية. سوبر حابة العلم والبحث العلمي. وتستقر في بريطانيا لاستكمال الدراسة والبحث. وتتوج كل ذلك بالعمل في الجامعة الملاكية في لندن. نشأت بسوريا بمدينة حلب. وخلال نشأتي كانت صعبة شوي. في فترة العقوبات الأمريكية على سوريا. فكان ما فيه متوفر حقيقة معظم الأشياء الأساسية طبعاً لما فيها المي والكهرباء. فكان فيه أيام كثيراً نحن ندرس فيها حتى على الشمعة. لكن هذا الشيء من وقت طفولتي أنا كان في عندي حب كثير كبير للعلم. في عنا بأسرتنا يعني أطباء وأسرة مسققة فخلينا نقول. فكان حب العلم لألي ما أنه شيء جديد عن العائلة. لكن بالنسبة لأليك الشغف يعني الاستمرار في العلم وهدف كثير كبير. هو كان همشي لألي من وقت طفولتي. فكنت أنا من الطفولة متفوقة. يعني كنت دائماً أنه الدرجة الأولى لحتى ما تخرجت من الجامعة على نفس المسيرة. يعني وبالنسبة بالجامعة يعني الأمور بشكل عام بالبكالوريا بالجامعة بديت تحسن نوعاً ما أوضاع البلد. لكن بنفس الوقت كان مثلاً نحن عنا التدريس بشكل أساسي باللغة العربية. وكان في عنا نظام التدريس يعني مثل ما هو معروف كثير بالدول العربية نظام دراسة تقليدي يعني. محاضرات ومو أكتر من هيك. فأنا حصلت على الدرجة الأولى بالجامعة. وبديت هون بدي أنا كفي بقى أنه دراستي يعني ما بعد الجامعة. اللي هي أنا كان طموحي أن أعمل دكتورة وأعمل ماجستير. أنا دخلت فرع الصيدلة لكن بالنسبة لي ما كنت بشوف نفسي أنه صيدلانية. لأنني أنا بطبيعتي بكره العمل الروتيني. فكان أنا عم أدور على شيء أنه بيكون فيه منوع من الأدفينتشري. يعني أنه دائماً يكون فيه بحث مستمر. وبنفس الوقت بحب المجال الطبي. فأفضل شيء بنسبة لي شفته بناسبني هو الفارماكولوجي. اللي هو تأثير الأدوية. اللي هو حقيقةً بيجمع كثير أشياء. يعني أنه واحد لازم يكون عنده اطلاع على المواضيع الطبية. وبنفس الوقت على الأدوية. ودائماً فيه تغير وفيه بحث مستمر. وهذا الشيء بنطبق على شخصيتي نوعاً ما. فدرست الصيدلة وتفوقت. وحصلت على جائزة ببقاته بعد خمس سنوات طبعاً للصيدلة. وقررت أني أنا أدرس الماجستير والدكتوراه. وكان في عندي مجالات حقيقةً بأمريكا وأيضاً بإنجلترا. لكن بنهاية الأمر قررت أنه أنا ممكن بشوف نفسي بإنجلترا ممكن أفضل. فلما أقدمت على إنجلترا هنا انتقلت من صعوبة اللي هي كانت مثل ما حكينا أن أوضاع البلد كيف كانت لصعوبة من نوع آخر. لأن أنا انتقلت من سوريا مثل ما أنا بدرس باللغة العربية ونظام تدريس معين. ما بعرف أي شيء عن العالم الخارجي. فجأة وجدت نفسي ببريطانيا في فرق كتير كبير وهائل من ناحية التقدم العلمي. وجدت نفسي أنه أنا لازم أني واكب الأشخاص اللي هن عايشين كانوا بإنجلترا. بيعرفوا كيف يستخدموا الإنترنت. بيعرفوا كيف يستخدموا الكمبيوتر. بالنسبة للأهلي كان عندهم دائماً بيدعموني بكل الاختيارات المتعلقة بموضوع العلمي. يعني العلمي ما فيه أي مشكلة. لكن أنا لما جيت على إنجلترا خلال أسبوعين كان لازم ألتحق بي دراسة الماجستير. وخلال أسبوعين طبعاً كان فيه عندي خيار تاني أني أنا ممكن أعود ستة أشهر أدرس اللغة الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية. لكن أنا اخترت أني أختصر الطريق. فيعني زدت على نفسي صعوبة أكتر. فالتحقت مباشرة بالجامعة. وبدأت رأساً موضوع الماجستير وكان فيه الخيار الوحيد الأدامي أني أنا أشتغل بشكل كتير يعني أكون هارد ووركين يعني. فركزت بدراستي ما كانت سهلة أبداً أبداً حتى موضوع أنه سماع اللهجة المختلفة. كما منعرف بإنجلترا في لهجات مختلفة فكان لازم أدأقلم كتير بسرعة. وموضوع أيضاً البحث كيف كان الطلاب كلهم يعرفوا كيف يبحثوا مثلاً عن المعلومة العلمية. وخاصة لمن بيكون عندنا أستاينمنت يعني. من نسبة لي كان هذا الشيء لازم أتعلمه أيضاً. لأن ننسى كمان أنه أنا كان بلد يعني عبارة عن ناحية الكولتشر مختلفة. فكان فيه انتقال كتير كبير بعيدة عن الأهل بعيدة عن بلدي لأول مرة بحياتي. فكلها كانت هاي صعوبات مجتمعة. كان في عندي عيلتي لصغيرة. فكان أنا كمان لازم أني أنتبه على عيلتي. نفس الوقت عندي مسؤولية كتير كبيرة. والغربة طبعاً يعني ما فيه شك. فكل هالأمور مع ذلك أنا بلسبق إلي يعني أنه اشتغلت كتير تعبت على نفسي كتير. وخلال أول سنة الماجستير كان مفروض أني خلصها بسنتين خلصها بسنة ونص. وحصلت على الدستنكشن يعني تفوقت حتى على الإنجليز طلعت الدرجة الأولى. فلما أجيت أجيت على جامعة مانتشستر خلصت شهادة الماسترز وبديت بعدين البي اج دي. اخترت طبعاً نحن بالفارميكولوجي كتير واسع. واحد ممكن يختار أنه عدة أبحاث. فأنا حبيت المجال الأبحاث اللي إلوه علاقة بالخلايا كيف تتحدث مع بعضها. وأيضاً أو كيف تتحدث مع بعض الخلايا من المبسطة. وبنفس الوقت في مجال مثلاً الأدوية القلبية والمجال الأدوية القلبية الوعائية. فركزت بهالمجال الريسيرج بهالموضوع. لكن بشكل عام طبعاً أنا بيقول في مجال الفارميكولوجي العام كنت بدرس بالجامعة وبنفس الوقت بعمل الريسيرج. لا شك أنه موضوع الحجاب وكوني مسلمة كان عامل في أني أنا يعني ممكن في بعض الأحيان كان خلي نقول عائق بأمور معينة. وإن كانت أنا بحب يعني أكد حقيقة أنه بريطانيا لو قارنناها مع دول أخرى يعني فيه نوعاً ما تحمل لموضوع المسلمين والحجاب وهيك أمور. لكن بيبقى أنه فيه عندنا بعض الحالات الاستثنائية. فأنا يعني بالنسبة للأشخاص التي تعاملت معهم حسيت في بعض الأحيان كان فيه نوع من أنه كان عائق. بالنسبة للشهادة الدكتوراه تناولت عدة مواضيع. يعني كنت ركزت على موضوع البداني موضوع الارتفاع الضغط. موضوع بشكل عام أنه كيف تكون أو بتتأثر سلامة الأوعية الدموية بهيك أمراض. كيف ممكن نحن نحدد أهداف علاجية مثلاً بالأمراض التي ذكرتهم مثلاً زائد احتشاء العضلة القلبية. بشكل عام طبعاً الدكتوراه صارت بشكل جيد كتير. أنا ركزت كتير بالشغل. كنت أشتغل ساعات كتير طويلة. وبنفس الوقت خلصت قبل الوقت اللي مفروض أنه أني أخلصه. وبنفس الوقت كانوا كتير سعيدين مني يعني أنه السوبرفايزرز وحتى القسم كله. فمباشرة بعد اللي خلصت تم تعييني بنفس القسم يعني. اشتغلت بالبحث العلمي وبنفس الوقت استمرت في موضوع التدريس. واستمر هالموضوع عدة سنوات يعني تقريباً سنتين هيك أو ثلاثة. وبعدين قررت أني أنا لازم أرجع لسوريا. فقررت أرجع ب2008 ورجعت لهونيك وبيت من الصفر أو حتى خلينا نقول تحت الصفر. لأن أنا رجعت برسالة معينة اللي هي أنا ما بدي أنا فقط درس بالجامعة. أنا كان في عندي طموح كتير كبير أنه ننقل موضوع البحث العلمي بجامعة حلب. وبشكل عام بسوريا لوضع أفضل بكتير. وما كان في عندي أي وحدات بحث العلمي بجامعة حلب. ولا كان في مفهوم البحث العلمي يعني وارد وخاصة في مجال الفارماكولوجي. استمرت لفترة ثلاث سنوات كانت كتير كتير صعبة. لكن بنهاية الأمر قدرت بال2010 أنه أسس مركز أبحاث للفارماكولوجي. وفي وحدة حيوانات مخبرية لحتى يتم التجارب عليها. ومجهز بجميع التجهيزات اللي هي موجودة حتى بالدول المتأدمة. وبديت أعمل علاقات علمية أو تعاون علمي مع جامعات. كان منا بجامعة جينيفا. وعلى أساسه تم دعوتي تم اختياري ما يسمى excellent scientist يعني أنه العالم المتميز. فسافرت لسويسرا وهنيك طبعا كان فيه ترحيب كتير كبير. ولدرجة طبعا أنه هنا كانوا كتير ممنونين أو ممتعين بالشغل اللي اشتغلته. فتم اعطائي مثل gifts يعني مولا إلي طبعا للدبارتمنت أجهزة تجهيزات إضافية يعني لدعم البحث العلمي بجامعة حلب. بهذاك الوقت طبعا صار فيه مسابقة عالمية هي المسؤولة عنها اليونيسكو والوريال بتكريم النساء على مستوى طبعا دول العالم. اللي هنا متميزات في مجال البحث العلمي. فبنهاية السنة بالأول 2011 تم اختياري ممثلة عن سوريا كأفضل باحثة في مجال علوم الحياة. رحت لباريس وتم تكريمي بمقارة اليونيسكو وكان حفل يعني حضرته جميع السفراء على فترة أسبوع. هلأ بالنسبة لوقت رحت على سوريا كان في عندي هدف شيئين. أول شيء أنه غير بموضوع طريقة التعليم لأنه أنا ما كنت ممنونة أبدا من طريقة التعليم اللي هي تلقينية. والشيء الثاني أنه المجال البحث العلمي. طبعا كما ذكرت في البداية كان في معارضة كتير كبيرة واستمرت المعارضة من قبل بعض الأشخاص. لكن مع الزمن يعني بعض اللي خلينا نقول فيه كان شخص كتير ساعدني بهذا الموضوع وكان دعمني يعني حقيقة. وقدرنا أنه نحقق هذا الموضوع يعني أنه نأسس المركز البحث. طبعا هذا كان له وقع إيجابي كبير بالنسبة للطلاب. الطلاب كانوا بالبداية أو شيء يعني ما أنهم متقبلين أو ما أنهم متخيلين كيف ممكن تكون طريقة التعليم مختلفة لأنه هذا هو اللي تعودوا عليه. فكان لقوا أول شيء فيه صعوبة لكن بعدين وقت اللي بدينا بطريقة التعليم الجديدة وتعرفوا كيف طريقة ممكن الشخص يعمل البحث علمي. فالطلاب كانوا كتير سعيدين يعني وأنا اللي هلأ فيه طلابي أنه يعني فيه تواصل معهم وبيعترفوا أنه قدي هذا الشيء كان مهم بهالمرحلة. لكن بنفس الوقت بديت الأحداث طبعا الحرب بسوريا وبهديك المرحلة كان أنه لازم أنا أروح لبريطانيا لحتى استفيد من المنحة. المنحة كان جزء منه أنه بتعطيني مبلغ مالي كبير لحتى أعمل بحث فيه المجال اللي أنا كنت عم أبحث فيه في نفس الجامعة. فرجعت لبريطانيا وبنفس الوقت كانت وقت الحرب. العودة إلى بريطانيا من جديد لفتحي أفق علمي أرحب. رغم صعوبة فراق الوطن في ظروف صعبة إلا أن الدكتورة ميس رسمت لنفسها مسارا علميا لم تحد عنه. وبنها من كبير للمعرفة لم تضيع الفرصة ولا الوقت في تعلم المزيد. حتى أصبحت تحت أنظار أكبر المختبرات العالمية والمؤسسات العلمية العريقة. رفضت البعض لأسباب أسرية وقبلت بالآخر. فنجحت في إثبات مكانتها الأكاديمية والطبية. صح الأحياتي أنا ما كله شغل يعني أنه كله بالساينس. بشوف أنه فيه أشياء كتير مهمة حتى واحد لصحته النفسية. همشي عندي بحب المشي كتير. ممكن أمشي ساعتين تلت ساعة يعني بسهولة. أي شي عندي قرارات حاسمة. أي شي بدي أفكر فيه بموضوع الشغل بساعدني المشي بشكل كتير كبير. بحب صور كتير. عندي التصاق بشكل كتير كبير مع الطبيعة. فأي شي إلي علاقة بالطبيعة بحبه. بحب الطفخ. وبحب الرسم. وبحب أنه أطلع أجمع الفطر المشروب. وقت اللي بيصير وقت المشروب. بشكل عام أنا بشوف يعني بالنسبة إلي. أضي وقت ما أضي وقت بالطبيعة. بحاس بساعدني أنه على التركيز أكتر بشغلي. بساعدني طبعا شغلي كتير. بشكل كتير كبير ضغط بشكل كبير ضغط نفسي. فبالنسبة إلي الطبيعة هي المتنفس يعني. وبنفس الوقت أنه يعني بلاقي فيها الأشياء اللي هي خلينا نقول ساتا على طبيعتها. يعني الطبيعة يعني ما وصلت لليد البشرية يعني لحتى تخربها أو تشوها. لكن أنا بالنسبة إلي وقت بيطلع على الطبيعة ما بقضي الوقت يعني في بعض الأشخاص بيقعدوا بيتأملوا بالطبيعة. أنا ما بيتأمل أنا بناحية بحب أنه استكشف يعني. فبروح وبتفرج وبصور وبدقق بالتفاصيل. بحب دقق كتير بالتفاصيل. فلما بروح في الطبيعة في كتير تفاصيل والتفاصيل كلها جميلة. فهذا الشيء أنا بحب أني ألمسهم وإذا أدقق فيهم وشوف شو هنان. لما أنا بدي أتأمل طبعا ممكن أحيانا بقعد بسانا بغرفتي أو هيك. بحب القراءة وبحب الشعر بحب الأدب العربي بشكل عام يعني بحب اللغة العربية كتير. هلأ أنا أم لولدين وطبعا هذا الشيء ما كان سهل أبدا. مثل ما حكيت قبل بالنسبة لأي قرارات بالنسبة للي البرايوريتي عندي هو أولادي يعني. ولسبة لي كإنجاز يعني هو أهم إنجازاتي أنه أنا أم لها الولدين يعني. لكن وبعدها بيجي طبعا أنه بحب أنه العلم هذا الشيء ثابت يعني. بحاول دائما أنه يكون فيه وقت مخصص لألون هنالبرايوريتي. يعني مثلا حتى ابني الصغير أنا دائما فيه عندنا وقت القراءة. هذا وقت كتير مقدس ما بيصير أبدا يعني أنه نستغني عنه بزرع فيهن حب القراءة والاستكشاف دائما. يعني متابعة للمواضيع المهمة ما يقضوا وقتهم على الكمبيوتر أو على لعب الجيمز أو الأصص. أولادي بشكل عام يعني أنه منشئتهم بنفس الطريقة لأنه ماشي في حياتي. يعني أنه بشكل عام نحب الطبيعة نطلع كلنا مع بعض للطبيعة نستكشف مع بعض. وبنفس الوقت القراءة كتير مهمة لأنه العلم مهم يعني ودائما المعرفة هي القوة. الآن بالنسبة لتربية الأولاد منها سهلة أبدا فلازم نوصل لحالة توازن. أول موضوع أنه يكون فيه اندماج بالمجتمع. لكن بنفس الوقت أنه الشخص ما يفقد هويته هي شغلة كتير مهمة. فدائما أنا بذكرهم ويعني بحديث مستمر. أولا أنه نحكي دائما باللغة العربية حتى لما يكون بأي مكان عام حديثي مع أولادي بلغة عربية. وبعلمهم دائما دروس عربية بالبيت كيف يكتب عربي كيف يعبر عن أي شيء باللغة العربية. وبنفس الوقت دائما بذكرهم ببلادنا العربية. ممكن طبعا إما عن طريق كتب أو عن طريق خليهم يشوفوا برامج. لحتى فهموا أنه كيف نحن يعني الحضارة تبعيتنا الحضارة العربية كيف نحن عايشين. ودائما فيه التصاق يعني لازم يكون فيه دائما التصاق للشخص مع تاريخ وأن هذا الشيء بالنسبة لي كتير مهم. فنحن لازم نكون نحن جزء كتير فاعل بالمجتمع. نحن بنهاية الأمر بريطانيين طبعا. لكن بنفس الوقت لا ننسى أنه نحن هويتنا الأصلية هي العربية. فلازم نحن نوفق بين الاثنين من دون ما نستغني عن مبادئنا. هذا الشيء مهم. تركز العمل البحثي للدكتورة حول الساعة البيولوجية واضطراباتها. وفيتامين دي وتداخل الغذاء والدواء والأدوية الخاصة بالكوليسترول وتأثر القلب والشرايين ببعض الأمراض مثل ارتفاع الضغط الدمي والداء السكري والبدانة وارتفاع الضغط الرئوي. وتدرس في الجامعة في تخصص علم الأدوية واستعمالها والأعراض الجانبية لها. المنحة رجعت لجامعة مانشستر واشتغلت بالفندينج العطونية ليونيسكو. كان عن موضوع يتعلق بكيف نحن فيتامين دي مهم فقط لموضوع العظام. وإنما كيف أنه أهمية كبيرة بالجهاز القلبي الوعائي والإشارات الداخل الخلوية. يعني تأثيراته كثير واسعة. فأنا أمت بدراسة هذا المشروع وتم طبعا نشره. وبعد ذلك انتقلت لموضوع تاني طبعا بروجيكت تاني. لكن كان خلص من حتى اليونيسكو. فكان في عندي فوندينج تاني. هو من البرتش هارت فاونديشن. اللي هي أكبر خلينا نقول فاونديشن ببريطانيا. بتدعم الأبحاث في مجال أمراض القلب والأوعية. فاشتغلت على عدة بروجيكتز. في منهم إلون علاقة باحتشاء العضل القلبية. منهم إلون علاقة بارتفاع الضغط الدم. وارتفاع أيضا الضغط بالبلمونري هايبرتانشن يعني الرئوي. فاستمرت هيك لعدة سنوات. هلأ هون بقى خلال هالسنوات. يعني تقريبا لقبل ثلاث سنين. التحقت بكينكس كوليج لندن. وهنا انتقلت لدراسة شيء آخر. طبعا كتير ممتع بالنسبة إلي. اللي هو دراسة الساعة البيولوجية. كيف نحن البيولوجيكال كلك بتتغير أو بتتأثر على سلامة الأوعية الدموية. وكان في عندي بروجيكت تاني طبعا هو بمشاركة مع الزملاء. بموضوع دراسة وظيفة الأوعية الدموية ضمن احتشاء أو نوع معين من أمراض القلب. لكن خلال هالسنوات اللي مرت يعني طبعا أول ما أنا رجعت بالمنحة لليونسكو لبريطانيا. كنت يعني لسه عندي أمل أنه أنا بدي أرجع بسرعة على سوريا ونرجع نكفي أو نرجع نعيد من أول وجديد. لكن طبعا للأسف يعني بالسنوات الماضية كان موضوع الحرب يعني ما ورد أنه بقدر أرجع بهذيك الفترة. فلذلك نحن نستمرت يعني بهذه الفترة وحاليا مستقرة يعني ببريطانيا شغلي بكينكس كوليج. الآن بالنسبة لشغلي بكينكس كوليج. فيه عدة بروجيكت يعني فيه بروجيكت أنه كولابريشن مع زملائي اللي هو بمجال الاحتشاء العضلة القلبية. وأنا بركز على موضوع معين اللي هو كيف عم تتغير الأوعية الدموية ووظيفة الأوعية الدموية. لكن بنفس الوقت فيه بروجيكت للي خاص اللي هو عن الساعة البيولوجية. كيف نحن تعاقب الليل والنهار كتير مهم لسلامة الأوعية الدموية. وكيف ممكن تتأثر إذا صار فيه خلل بهذه الساعة البيولوجية. وطبعا أنا سعيدة بالشغل بكينكس كوليج. لما بدأ الكوفيد، الكوفيد تأثر بشكل كتير كبير طبعا على كل الناس. ومتل ما بنعرف يعني وحتى نحن كمان من ناحية الريسيرج تأثر الفندينج بشكل كتير كبير. يعني انخفض الفندينج لازم للريسيرج بسبب الكوفيد. واتجه طبعا لأبحاث أخرى من الأبحاث للفيروسات وغيرها. فشغلي تأثر كتير 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 بالكوفيد بسبب الكوفيد. وهذا الشيء طبعا أن عكس عليه طبعا أكيد أثر نفسيا. لكن من نفس الوقت أنا من النوع اللي يعني ما بيستسلم بسهولة. ودائما متفائلة يعني. فلما كتير ناس صارت تشتغل من البيت وابق في مجال واحد يروح لشغله. ولحتى اليوم يعني هلأ نحن صرنا ببلان بي. رجعنا نشتغل من البيت. فأنا بالنسبة إلي ركزت أنه شو هو ممكن يكون البرايت سايد من كده القصة. فشفت أن البرايت سايد حقيقة أنه الناس عندها مقص بالتوعية بموضوع العلاجات واللقاحات ومتخوفة كتير. وما في حقيقة أي معلومات. وخاصة نحن في بلدنا بلداننا العربية. فأنا شفت أنه هاي هي المجال اللي أنا لازم أني خصص وقت كتير كبير لحتى أني أكون هذا الشخص اللي عم بيوقعي الناس. وبديت طبعا بأبحث بشكل كتير كبير ضمن هذا المجال. وفي مرات كان أنا يأخذني تسع أو عشر ساعات يوميا من العمل لحتى أني إنشر المعلومة بشكل صادق. وبعيد عن خلينا نقول اللي مثل ما نشوف البهرجة تبعية وسائل الإعلام. فبأنه وصل المعلومة الصحيحة والعلمية البحثة. ودائما أحاول أنه أعمل أبديت يعني للناس. وبالنسبة لي كان فيه شخص كتير يعني حتى صار فيه مراسلات أنه شخصية أنه أدي استفادوا من هالموضوع. حتى فيه ناس كانت كتير مترددة ومتخوفة من موضوع اللقاح تغيرت نظرتهم كتير. زائد فيه جزئية أخرى كمان أنا بسبب الظروف اللي مريت فيها ركزت على موضوع آخر غير العلم. اللي هو اللي خلينا نقول تطوير الزاد وكيف أنه علم الشخص كيف هو يتصدى للصعوبات. فعملت عبدة كورسز بمجال life coaching. وعم أدرس كمان حضر هلأ ماجستير بالسايكولوجي لأن موضوع الصحة النفسية كتير مهم. وموضوع النفس البشرية كتير طبعا أنا هذا الشيء بيصير اهتمامي بشكل كتير كبير. فهذا القسم كنت عم بحاول بنفس الوقت أنه الأشخاص يعني فيه ناس كتير بيتواصلوا معي. وبحاول أني أنا نفسيا أني طبعا أساعدهم كيف يتخطوا العقوبات والأزمات بما فيها طبعا أزمة الكوفيد. لأنه فيه ناس كتير أسرت نفسيتهم بهالمجال. الآن بالنسبة للمستقبل أنا طموحاتي كتير كبيرة وما رح تسعي يعني الوقت اللي هو موجود خلينا نقول. ونفس الوقت برجع بأكد أنه أنا ما ممكن قراراتي دائما أنه تكون بقط شخصة مستقلة. يعني أنا من النوع هذا شيء شخصي يعني بحط بريوريتي أنه عائلتي وبعدها القرارات التانية بتعلق بطموحاتي. فضمن المعقول ضمن المتواجد حاليا فستمر طبعا بمجال البحث العلمي لكن بدي أوجهه نوعا ما لا يكون بقالة البوبليك يعني. بدل ما يكون أنه أنا محصورة فقط باللاب بشتغل 14 أو 15 ساعي يوميا فأنا هلأ بريد أنه علم الناس أوكي وعي الناس عن شو هو العلم شو هي المواطع العلمية المهمة. أدم أيضا مساعدة للطلاب اللي كانوا مثلي أنا بنفس المرحلة اللي أنا مريت فيها. كيف ممكن هنل مثلا إذا بدون يدرسوا بريطانيا أو حتى بدول عربية كيف يبدو كيف الشخص مثلا نحن لحد هلأ شخص بتخرج من الجامعة ما بيعرف إنه شو بدو يعمل بعد. أو حتى بروح للبكالوريا بتسأله شو بدك تدرس ما بيعرف شو بدو يدرس. فكل هالمواطع يعني حاول يركز على خلينا نقول النفس البشرية بما يتعلق كيف ممكن واحد يحقق طموحه وطبعا استمر بمجال العلم. ممكن طبعا بالنسبة لشغلي إنه كفي فيه أو ممكن انتقل شغل تاني حاليا أنا ما قررت طبعا. لكن بالوقت الراهن طبعا واستمر بموضوع التوعي بمجال الكوفيد وطبعا رح يستمر هذا الشئ لي أو يتجاوز رح نستجاوز إن شاء الله الكوفيد. فرح يكون بقى بمجالي الأوسع اللي هو بخص الأدوية والعلاجات كما ذكرت يعني. زائد الأدفوكيت اللي هي بموضوع مرضى السرطان وأنا حاليا سفيرة علمية كمان يعني ببريطانيا بركز على أعمارهم بالشباب يعني بأعمار اللي قبل البكالوريا. بيكونوا كتير مشوشين ما بيعرفوا متخوفين من العلم فأيضا أنا بحاول ساعد هاي الفئة من الناس. هذا موضوع خلينا نقول متفاوت بين الأشخاص. أنا بحكي عن نفسي عن تجربتي الشخصية أنا بالنسبة إلي بحب كتير العلم بشكل كتير كبير وما عندي مشكلة أبدا أني أقعد ساعات عملة طويلة اللي بدخل بالمجال العلمي مجال جدا صعب ما نوسهل أبدا بده يكون في إلو معايير معينة وغيرها هيك الشخص ما ممكن يعني ينجح بهالمجال. أول شي لازم يكون الشخص صبر جدا لأنه بالمجال العلمي أنت بتحضر نفسك دائما للفشل يعني التجربة ممكن تحتاج تعملها مئة مرة وتغير كل مرة شيء وممكن بالأخير ما تنجح. ونحن مثل ما شفنا حتى باللقاحات والأدوية ممكن بآخر مرحلة يفشل الموضوع. فالشخص بده يكون صبور كتير يقدر يشتغل بتركيز عالي جدا وبنفس الوقت يكون دائما عنده فضول يعني إذا الشخص ما عنده فضول هو العلم كله أنه نحن نتعلم أن نعرف شو إذا غيرنا هذا الأمر شو ممكن يصير يكون في محاكمة عقلية جيدة جدا وبنفس الوقت تنظيم. لازم يكون الشخص على درجة عالية من تنظيم الوقت لأنه مثل ما ذكرت يعني أنه المجال العلمي مان وسهل فأنا بقضي ساعات أعمل جدا طويلة ممكن أنا كمان خلال مسيرة حياتي في أيام كنت أنا أروح فيها الساعة أربعة ونصف بالفجر على اللاب. ممكن خلص أنا الساعة 12 بالليل ممكن أنا أروح في أوقات كتير كتير ممكن أروح في الويك أند نفس الوقت لازم أنا أعمل توازن بين اللي أنا بديها وطبعا العلم وبين حياتي الشخصية وعيلتي فهذا كان موضوع كتير صعب وبرجع بأكد طبعا لما بيكون ما في كمان سببورت بيكون أصعب وأصعب. رسالتي هي عدة رسائل الأولى أنه الإنسان ثلاثة أشياء أول شيء التركيز أي شخص يركز بنفسه يعني نحن ما نقارن نفسنا أبدا بأي حدا لأنه حتى لما نحن نشوف مثلا دوكومنتاريز عن ناس ناجحين ممكن هذا يكون لبعض الأشخاص يسبب لهم يعني يكون دي بريسينج لأنه أنت لما نقارن نفسك بالنقطة الأخيرة بمرحلة الوصول هذا الشيء كتير متعب للصحة النفسية أي شخص يركز بنفسه يشوف من وين انطلق فإذا أنت انطلقت مثلا من صعوبات ووصلت مثلا لمرحلة معينة لازم تشوف هذا عبارة عن إنجاز أجييفمنت فكل شخص يركز بنفسه وما يقارن نفسه مع الآخرين الشيء الثاني اللي هو الصبر لازم يكون فيه الإنسان عنده صبر كتير كبير الحياة ما نستهل أبدا والحياة كلما اللي عم تصعب أكتر والتنافسية كتير عالية رح تتواجه بحياتك أشخاص ممكن يكون يحاولوا أنه يبوليو يعني أنه يتنمروا عليك رح تتلاقي أشخاص ممكن يقللوا من شأنك بسبب أنه امرأة أو رجل أو مسلمة أو إلى آخره فلازم يكون فيه عنا صبر بالموضوع والشيء الثالث هو الإيمان طبعا الإيمان أنا بسبق ليه أكيد طبعا إيمان بأنه الله عز وجل وفي نفس الوقت أنه الشيء اللي الله بيساعد الشخص اللي هو بتفوق وبيشتغل لكن لازم يكون عندك أيضا إيمان بقضية معينة يعني إذا أنت عندك إيمان بأنك أنت بدك توصل لهدفك المعين بتوصل أكيد ممكن يكون الطريق طويل ممكن يكون صعب لكن بتوصل ترجمة نانسي قنقر